الوقت كبر وحب وأصعب أيام أيام الحب وجال جال إيه جال أروح أتجدم لللي بحبها فهيروح يقابل حماه أبو السانيورة اللي بيحبها وطبعا لما يروح يقابل حماه حماه يعمله مقياس ليه هيئيسه هيقول له تعالي معاك شهادة إيه خريت جامعة إيه معاك شقة ولا فيلة ولو شقة إيجار ولا تمليك ولو إيجار قديم ولا جديد ولو جديد مفروش ولا مش مفروش شغال فين وشركة إيه وبتقبط كام هو هيطبطب عليه هيعمله انترفيو هيعمل معاه انترفيو بريزنتيشن يا بتاع الإنجليزي هو هيرحمه ولا هيطبطب عليه هيئيسه هيكون عاوز يعرف يناسب ولا ما يناسبش ومقياس العريس اليومين دول مقياس وحش جوي كن زمان أبويا يسأل لما يجي واحد يتقدم لأختي يسأل هو راجل تمام ولا لأ لكن دلوقت بيشوفوه يعني يوزنوا فلوس العريس ليه مقياس ولما تجي الستة هانم تكون عايزة تعمل ضايت فتطلع عالميزان فيطلع سبعة وستين كيلو تقعد ثلاث شهور ماشي على نظام وبعد الثلاث شو تسعين يوم يخلصوه تطلع كمان عالميزان يطلع ستة وستين ونص يعني خسط نص كيلو فتعرف انه دا نظام مش نافع معاها فقاست نجاح الضايت من خلال الميزان ولما قولك تعالى معايا يا أخي نروح لوكسور عند الأنبى يوساب هنجول وعظة تعالى معايا مشوار تقول لي لا يا ابونا معلش دا سبعمائة كيلو وعشر ساعات بالسيارة جسد المشوار بالكيلو وبالساعة بالوقت ولو رحت الستة هنم علشان تقدم في شغل جديد يروح يقعدوها مع حاجة اسمها الـ HR عارفين الـ HR تقعد مع الـ HR يعمل مقياس للزكاء ولسرعة البديهة وللزاكرة وللوعي ويبص في الورق الشهادات اللي جايباه والكورسات والخبرة وآخر مرتب بسططله كام ليها مقياس كل حاجة في الدنيا يا حبيبي ليها مقياس دا لما تروح تشتري الجزمة يقول لك عايزها مقياس كام كل حاجة ليها في الدنيا دي اللي احنا ربنا وجدنا فيها ليها مقياس بدليل ينفع تعمل عيد ميلادك من غير ما تكون جسدي كم سنة عشتهم وتجي تحط الخمسة وتلاتين ويقولوا لك يفرحوا بيك وتقول أنه تشيل تلاتة تقول لان عندي خمسة بس يعني نفسك نفسك تبقى أنه أنا صغير مقياس للعمر بعدد السنين ويا ترى ايه هو مقياس الحياة الروحية ايه هو مقياس الحياة الروحية عايز أجيس حياتك الروحية المقياس ايه فقدتوا حسة تسمعوا الكلام وليه وما ليه ما لكم في الكنيسة ما لكم يا بتوع مصر الجديدة قدمتوا وليه ايه هو مقياس الحياة الروحية أنا بخاف أسمع من البنات ينزلوا ببضع وهرتقاط أسمع من الولاد الأول خلينا بسؤال ساهل نروح للبنات ايه هو مقياس الحياة الروحية شكرا ايه السود ده جاي من ايه من فوق اشكرك شكرا التوبة اشكرك مرنمة ايه مقياس الحياة الروحية عينين ولا ايه خد ودي معايا في الكلام يا حبيبي مقياس الحياة الروحية التغيير والنمو للإنسان مننا في النور عمرك يا غاليا نجيتي ورز في الظلمة ولا لما تيجي تفل الود تعرفوش انتو عني تفل الود يعني لما تيجي تدقاقي مش بتعايزة نور انا عايز اعرف نفسي هو انا بتغير ولا ما بتغيرش ولما بتغير هو انا بنمو ولا لا يبقى لازم ايه في النور طب ايه هو النور جاوبه يا بنات ايه هو النور ما هو النور الحقيقة الذي يضيق لكل إنسان قتيا الى العالم من هو المسيح السيد المسيح هو النور هو اللي بس اللي قال ايه انا هو نور العالم ومن يتبعني لا يسلك في الظلمة بل يحيا في النور تتعرف انه انا هو نور العالم دي مينفعش اي حد يقولها غير ربنا يسوع المسيح بس يعني احنا لو رحنا الواحد من العلماء ولا المفكرين ولا الجماعة التجال جوي دول ورجال الاعمال نجيب مين نجيب مين في نظرنا حلو اليومين دول مثلا الستاذ الدكتور مجدي عقوب مثلا نجيب 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 محفوظ ونجيب نجيب محفوظ كده هو الرجل الحلو جوي ده البلد كلها بتشهد له ونجيب نجيب محفوظ ونجيبه هنا تقولي الراح فين يا ابونا يقولي انا هنقدم الراجل نقولكم جايبلكم نجيب محفوظ عشان هنديله الجايزة العالية يا ساز البل الشعر الكبير الكاتب المفكر نجيب محفوظ انا عارف نقول ايه ولا ايه قبل ما نقول اسمه تقولينا كلمة للناس عارفين لو مسك الميكرافون وقال انا هو نور العالم سدق ناخده من هنا على الصرايا الصفرة على طول على العباسية لانه ده مش كلام ناس اللي يقول انا هو نور العالم لازم يبقى ايه ربنا واحنا الهنا اله نور قال انا هو نور العالم والجديس يحنه يقول عنه ايه نخبركم ما سمعناه نخبركم به ان الله نور وليس فيه ظلم البتة يبقى الله ايه يا حبيبي نور اول ما اقول مين هو الله تقولي الله نور بولس الرسول لما جيه وجه في قدام الملك اغرباس في اعمال الرسل 26 نلاقيها الحدود هدية وجه في قدام الملك اغرباس وجه له انا سعيد انه وجه في قدامك علشان احتاج اقولك على اللي بيحكموني بيه اليهود فضل يقول له كلام كتير فجيه قال له حتة كمان كده بعد عشر اتناشر ايه يقول له وانا مسافل لدمشك في وسط النهار رأيته نورا من السماء افضل من لمعاني الشمس فسجدنا انا والذين معي الكل سجد في الارض وصوت خافت يقول لي شاول شاول لماذا تطهدني فجال من انت يا رب من انت يا رب فجال له انا يسوع المسيح الذي انته يبقى ربنا يسوع المسيح لما ظهر للشاول كان عبارة عن ايه نور ربنا يسوع المسيح لما ظهر للشاول كان عبارة عن ايه نور ما تقول معايا نور عسو ده يا ربنا ربنا نور وربنا لما ظهر للشاول كان عبارة عن ايه نور وربنا النور يقول أنتم نور العالم يا عم الله يخليك بس يستهدى بالله كده وفهمني هو مين نور العالم ربنا اللي قال أنا هو نور العالم ولا أنتم نور العالم مين نور العالم قال أنا هو نور العالم ودقيقة بس في الكلام دي شاور عن الناس وقال أنتم نور العالم طب هو مين النور إحنا ولا هو يقول النور هو المسيح وإحنا بننور منه بنورك يا رب نعاين النور عارفين الجمر جسم معتن الشمس تطلع تضرب فيه النور فالجمر ينور فكده يحكس النور اللي جاي عليه من فين وإحنا مسيحنا شمس البر وإنت جمر إيه رأيك يا جمر إنت الجمر اللي تعكس لنا نور شمس البر فتنور بس الشاطر اللي النور ينور حياتك النور ينور حياتك نور المسيح العجيب ويخسي لك من زنوبك ياسوع بدم الصليل ويخسي لك من زنوبك ياسوع بدم الصليل اهرب من الدنيا حالا واسمع لي قول الكتاب اهرب من الدنيا حالا واسمع لي قول الكتاب باطل أهول ومر وعزاب النور ينور حياتك النور ينور حياتك نور المسيح العجيب ويخسي لك من زنوبك ياسوع بدم الصليل ويخسي لك من زنوبك ياسوع بدم الصليل ابلس بيخدع ضميرك ابلس بيخدع عينك ابلس بيخدع ضميرك ابلس بيخدع عينك في الدنيا دايما بيغرّك ابلس بيكذب عليك في الدنيا دايما بيغرّك ابلس بيكذب عليك كذاب وابو كذاب الكتاب كده جال عليه ابلس كذاب وابو الكذاب مع كل مرة يضحك عليك يحطك في الظلمة كذاب وابو الكذاب وماشي يكذب علينا ليل ونهار وبيعلّ صوته علينا ويكذب علينا وإحنا بليتضحك علينا وبنسمع لكلام الكذاب نيجي الكنيسة الكنيسة تقول يا ناس الشيطان كذاب وإحنا نسمع كلام الكذاب عايز تتبسط ايوه خد اشرب دي تشرب على اساس انك تتبسط تشيل الطيب وتلاقي نفسك ما تبسطش كده الزغطط ايوه انزغطط تعال نروح الحنة بتاعت عم فلانا عام الحنة لولده هنوجود بجهة جاهدة لما اللي هي تعال نبص الروح واخر الليل تقلب بعركة وتبقى اول المضربين واخد على جفاك وتلاقي نفسك يعني كان نفسك تتبسط ما تبسطش كان نفسي كذاب ابو الكذاب يغرجنا ويحطنا في ظلمة والظلمة هي غياب النور والنور هو المسيح ياب الظلمة هي غياب المسيح اي مكان مفهوش المسيح يبقى ظلمة لأن المسيح هو النور يبقى راحت علي العيشة الهنية المسيح قال لي سيروا في النور مدامة لكم مين عايز هنا يعيش في النور الباجة تشل مش جادر يرفع عيده في حد هنا عايز يعيش في النور ولا من كتر الوجع مش جادر يرفع عيده نفسنا نعيش في النور طب المسيح بيقول سيرو في النور واللي يدور على النور يلاقي النور في الكتاب المقدس سراج لرجل كلامك ونور لسبيلي خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخط إليك لتكن هذه الكلمات التي توصيك بها اليوم على قلبك قصها على أولادك تكلم بها حينما تمشي في الطريق وحينما تجلس في بيتك وحينما تنام وحينما تقوم واربطها على يديك واربطها عصابة كده صوبها كده هو جدام عينيك جدام عينيه كلمة ربنا حية وفعالة وأمضة من كل سيفز وحدين جالك فقط عيشوا كما يحق الإنجيل المسيح لأنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله كتاب المقدس يا أحباي بتاعنا هو الدستور اللي نمشي عليه مش البلد فيها دستور وقانون أوه أيها طبعا الدستور بتاع البلد نمشي عليه في البلد والدستور بتاعنا بتاع الكنيسة دخلنا الملكوت كتاب المقدس والقوانين والوصايا بتاعت ربنا تدخلنا الملكوت وتدخلنا الحياة الأبدية للي عايز للي عايز يعيش في النور يجي للدستور بتاع الكتاب المقدس دستور الدولة لو انت هتمشي عليه يعني مثلا لو في الدستور بتاع الدولة جات قانون من القوانين بتاع دستور الدولة يقول ايه؟ يقول هنقنن بيوت الضعارة ونعمل لها رخصة واللي يدخل في بيت الضعارة يدفع الشراك تذكرة هتمشي مع الهيسين انت وتروح تكتع التذكرة وتجي داخل أبونا أنا رايح بيت الضعارة يا أبونا يا ابني انت أنا ماشي قانوني يا أبونا ودفع الاشراك ورايح بيت الضعارة مرخص اه؟ انا مش غلطان انا ماشي زي الدولة ما بيتقول انا بعمل اهو الدولة اللي قالتني ده قانون دستوري في نازل في دستور الدولة قانون الدولة وقانون العالم لأهل العالم يا حبيبي لكن انت تتيبش على كلمة الله كلمة الله لما تيجي تجلب كده في كلمة الله وطلع رسالة غلط يا بول السرسول جاي ليه؟ واعمال الجسد ظاهرة التي هي زنة عهارة نجاسة دعارة وامثال من يفعل تلك الامور لان يارس ملكوت الله يبقى لما ارجع للدستور بتاع ربنا الاقي ان الدعارة اللي يوجع في الدعارة يعمل ايه؟ لان يارس ملكوت الله يبقى ميلزمنيش مينفعنيش انا الدستور الدولة ده امشي بس على قوانين المروري يقولك قدامك منحنا قطر قدامك مطاب قدامك نسمع الكلام وخلاص علشان الدستور المروري علشان نخلي بالنا لكن لو ربنا نعم عليك وسافرته برا تلاقي الدستور بتاع برا خراب اكتر خد بالك اللي نفسك تسافر برا برا خراب خليك دوه يا عام هو مين اللي قال ان احنا دوه وهم برا وهم فوق ويقولك انا نازل مصرش معنا في نزول ووحنا تحت مش عارف بس يعني على حسن ما طلعنا وقلولنا طب اقولك على اللي برا الدستور الدولة برا الدول الاوروبية في دول منهم الدستور بيقنن المثلية الجنسية بالرغم انه ده ضد الطبيعة البشرية ده منذ البدء خلقهما ذكرا وانسا لذلك يترك الرجل ابه وامه ويلتصق بامراته ويصير الاسنان جسدا وما جمعه الله لا يفرقه النهاردة في الدول برا بيفرقه الشيطان الشيطان اللي اللي عمل لنفسه علم عمل لنفسه علم المثلية وحطوه على المنارات ده شطان بيتكلم في لسان الناس عشان ميظهرش يخطنا بيكلمنا في لسان الناس وحطوا العلم وقالوا يا مثلية يا جنسية طب واحنا مان احنا ده الدستور ده مش بتاعنا احنا ملزمناش الكلام ده طب هتمشي على الدستور بتاع العالم وبتاع الناس ما لك انت هتنور انت انت تنور انت وما فيه نور يجيلك برا الكتاب المقدس بيه نحيه ونتحرك ونوجد كل واحد من اللي قاعدين طبعا جواف مخ شوية اسئلة وعيز يسأل ابونا ايسا جاير حرام ابونا المواقع البايخة والمقاطع الفيديو البايخة حرام يعني ابونا انا خاطب يعني ايه عن هزروا انا وخطيبتي يعني حرام يعني يا ابونا طيب الوقت اللي بقضيه على النت حرام عارف ايه بدل السؤال في مئة سؤال ولو فتحت باب الاسئلة اكتب يا ريس وسجل اسئلة كتيرة عارف اللي جابه حاجة واحدة بس ايه هي انه كل سؤال يدور في ذهني وفي ذهنك مش حرام ايه رأيك يا الله يا ريس مش حرام في حالة واحدة بس انه ينفع تعمل اللي انت بتسأل عليه ده والمسيح جاعد جنب منك يعني ايه رأيك لو انت داخل في الحنة بتاعت ابن البي في الفندق الفلاني وبيوزعوا كاسات يا ابونا على نفسي شفت 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 بلاشك ده يا اخي ده شفت بلاش حاجة كده يعني داد انا تم انا اقول لك انا مش حرام بس لو المسيح في كدفك والكاس قدامك ينفع تشرب والمسيح موجود شفت بازت كده يبقى هي يعني ممكن يبقى مش حرام بس ما ينفعش عصر المسيح معايا طب لو جاعدين نجيب في سيرة الناس ونتكلم على بعض ينفع المسيح يبقى جاعد في الجاعدة ولا هيجوم يمشي مش هيرضى يجعد مع الكذبين واللي بيجيبوا في سيرة الناس مش هيرضى مش هيرضى لو عاوز تنور حط نفسك في بيئة كويسة هتقعد مع ناس كدبين هتبقى كدب أو يتكذب عليك هم اللي هيجدوا على مين هتبقى الجاعدة كلها ضلمة والضلمة هي غياب النور عارفين كان فيه اتنين في الكتاب المقدس والشاطر يقول لي عليهم واحد واحد عاش حياته ضلمة ونورت في الآخر واحد استهدى بالله لسه ما كملتش السؤال مش عارف اللي السود ده بيطلع من فين واحد عاش في ضلمة ونورت معه في الآخر واحد تاني عايش في نور وضلمت في الآخر يبقى مين ومين حد من الخدام يساعدني يقول بيقولوا ايه؟ مش سامع برضو؟ ده مش انا هفكر عيان ده تلعى الكل مين يا حبيبي اللي كان منور وضلمت واللي كانت مضلمة ونورت مين؟ اتفضل ايوة؟ اشكرك اجابة خطيئة اتفضل اسم الصليب عليك اسم الصليب اسم الصليب يا رب لك المجد دي نفس الاجابة بتاعت اخويا اللي قلت له غلط انا قاسد دي نفس الاجابة مع حقك علي باسم الصليب باسم الصليب تمعانا ايه يا ما؟ سداني بتقول نفس الاجابة يا رب لك المجد هو اخويا اللي قال غلط لص اليمين ويهوزة يعني اجابة دي خطيئة يا جماعة ما تقولوا عاش حد يجاوب كده بقى؟ بالعام ابن بعور لا ولا هو ولا احمرته عل صوتك شاول غلط الانبى موسى يا فينك من بدري كلامه غلط مين؟ مين؟ الغني والعذر في لقى 16 اجابة خطيئة مين؟ اتفضلي يقول لي اللي قدامك يقول لي اللي قدامك يقول لي اللي قدامك لحد للصوت ما يوصل مين؟ مين؟ غلط برضو مسمع تكيش بس غلط فضل الله هو مين هنا اللي مسؤول عن الاجتماع؟ مين ابو دومة؟ صح كده يا مينة؟ مش انت المسؤول يا ابني؟ صح؟ معدزنك يا ابني ادي مكافأة للرجل اللي قال مولود اعمدة ادي له مكافأة مين حضرتك؟ جوزيف ادي له مكافأة يا ابني اشجعه قال المولود اعمى ودي اجابة سليمة صحيحة في يوحنا 9 ده عاش استانوا بس ما بنسجفش في الكنيسة احنا ها الكنيسة هنسج فيها مش كفاية بنتحك المولود اعمى عاش حياته في ضلمة ولما تجابل مع المسيح نورت معاه فيقول اتى بصيرا الله الله اللي اللي عايش في ضلمة ويجاب لي المسيح الدنيا تنور عليه صدقوني ده مثال لكل واحد فينا لما بقى عايش في ضلمة يوم مرا يوم وسنة ورا سنة وتقابل مع المسيح تنور معايا قوي واجولي هو الودة تغير ليه؟ كان زمان الشتيمة في لسانه على طول على طول بطل يشتم ليه؟ يقولك اسطو بيحب ربنا هي حب ربنا دي عن ايه؟ بسك بدأ يروح الكنيسة نورت معاه كان صايع ودخل الكنيسة الكنيسة لمته والخدام حضنته وحطوه كده في محضر ربنا فاتغير الحال ونور ما كل اللي يتقابل مع المسيح يتعدل حاله طب كان فيه واحد تاني انا اللي نديله الجايزة مش هاعتمد على أخويا مينا انا نديله الجايزة وكان فيه واحد تاني كانت منورة معاه تمام التمام وجدت في الآخر ظلمت خالص وبازت انت جيتنا منين انت؟ المرنمة هنا قالت جايزتك معايا ايوه طبعا في جلبي هدعيلك من جلبي استهدى بالله اللي جبه جت سليمة هنا اللي كانت منورة وتمام التمام وعايش نادر نفسه ربنا وماشي في وصايا ربنا وجدت في الآخر وجع ففجعت له عنه دليله اللي هو مين؟ شمشون ده جرس انظر لكل واحد فينا اقعد فكر نفسك كده تمام التمام يا رايس تقول لي يا ابونا انا عشت حياتي كلها ما عرفش واحدة غير مراتي نشكر الله انا ما عملش الغلط ابدا يا ابونا مشان اللي اسقط في خطيئة بايخة زي كده دي نجاسة مشان اللي اسقط في خطيئة خلي بالك اول ما تقول مشان اللي اجع فيه هتشيل الطين واول واحد يوجع انتا استدق بقى لكن ده اقول ايه؟ ارحمني يا ربنا الخاطئ خلي بالك مني وعينك علي يا رب ابعدني عن كل شر ده انا لو واحدة جت تجارتلي هاي اقول لها ميت هاي انا ضعيف يا رب ابعد عني الهيات بتاعتهم يا رب انا يا رب ضعيف ده يخوفني الموضوع ده يخليلي دايما يقز ومركز مالك يا بوج بعد كل السنين دي كلها فيما خافة الله اججع زي الشمشون وتتفجع العنية سيروا في النور ما ده مالك من النور الكتب ايه؟ الكتب ضلمة كل خطيئة ضلمة ضلمة لما تاخد حاجة مش بتاعتك ضلمة لما تقعد جنب حد وديب سيرتي الناس ضلمة لما يبقى الشكل العام بتاعك مش شكل مسحيين جلت عجلك وقلت انا جاي من الصعيد وسكن في مصر ومحدش عارفني فقطعت المرطلون والبست برطلون مجطع وبجيت داب عالجماعة جلالات الادب دي ضلمة يا ريس او عاطفاءها ده لك تكة كده يعني بيقول لي عديها دي ما تتكش عليها معلاش؟ ما انت عملتلي شعرك مش عارف ايه؟ وبنطلونك ايه؟ ولبست لبس البايخ فبجيت بايخ ما تزعلش مني جوي كده ده مش كلامي ده هو بيقول لك من سمارهم تعرفونهم عمرك شفتي شماس جاي ماشي كده ودخل جاي بالتونية بتاعته يلبس شماس والبضراشين واجيوسوس اه اه كمل يا ولدي وياخد له شفتة جوزة الشيشة يقول ااخد لي شفتة شيشة لا استكده شر دي ضلمة ما فيش وجود للضلمة طول ما فيه نور ومسيحنا نور وتجي الكنيسة نور واللي يتبع خطوات الكنيسة ينور ويمشي بوصايا الكنيسة والمسيح ينور ويباني النور عليك عارف لما الواحد فينا سدجني ينور أصدق ما فيش مدينة يوقضون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل يضعونه فوق المنارة ليضيء لكل من في المدينة يا أخي يا اللي بتحب ربنا هيبان عليك ربنا فو الشك سدجني يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أبوك الذي في السماوات لما المصيبة تيجي والفجر يحل والمرض يدب في الجتة والشكر والرضا موجودة بقى أنت عايشة في نور حياة الرضا والشكر مع كل المصايب هو عدا الحرب هو عدا خسرنا كل اللي عندين يا أبونا والفجر جي علينا يا أبونا طيب مسحيتك لا مخسرتهاش طيب والتناول لسه بتتناول أيوا يا أبونا بتناول أنا بسألك على الحديات الغالية طيب الحياة الأبدية أيوا يا أبونا مستنيانا زعلانا على إيه على ثلاثة مليون بتوع المكان حرجوهم تم إحنا مش هناخد المكان معانا ولا المصنع يا غالية إحنا مش هناخد الحاجات دي معانا ما تزعليش جوي كده معلاش معلاش مسحنا ينور حياتنا والشطر فينا اللي يرأي بنفسه من يسمع لصراخ المسكين يصرخ هو أيضا ولا يستجاب إيه لصراخه يعني عايز أعرف هو أنا منور ولا ظلمة أراجب تصرفاتي لما بلاجي واحد شحات غالبان فجر جاي عليه وميت من زمان ده إزرائيل نسيه أساساً ده تعبان يا عم وإنت توقفت يا عيني فجر عليه مرض عندك إيه وإنت إيه ده غلب 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 يلا يا عم نروح السيمة سيمة إنت معك تخش السيمة ومش عايز تدي للغالبان اللي هي السينما لا تكون كلمة السيمة دي كلمة غلط المسرح المسرح الزعين في شرع الهرة أنا نجراها عشان سكن جنبيه كنت وتبت من السكنة من الجعدة هناج كله حلو هنا وهناك كله حل وبركة الشاطر اللي يعرف ينور أحس بخوية أشيل المراية من جدام وشي وأحس بخوية يعني لما تكون بتمر بظروف صعبة جوي ووجعت في خطية وحشة وسامع— ott你是 جدمت توبة صدقة أمام الله وسمح النواد من البتوع اليومين دول ماشي في نفس الخطيئة هيوجع فيها وانت واجف تتفرج على ياخد دم أن ينقذ إنسان زي ده يستر كسرة من الخطايا الحق اجري قل له لا ده طريق اسود وحش بلاش الحقه قبل ما يقع في الطين يبقى لازم أحس بغيري أخدم أخويا ساعتها بجانة عايش في النور على فكرة فيه ناس عاشت في النور ونورت عارفين أبونا اللي كان بينور عارفين أبونا اللي كان بينور اللي كنت أروح عنده أقول له حللني أبونا صليلي أبونا حللني أبونا أم عيانا يقول لي هتخف إيه تيه بينور وبيعرف قصة بيقعد مع ربنا ما إحنا عارفين احتياجنا إيه إن إحنا نقعد مع ربنا شوي عارف اللي عايز ينور يقعد مع النور الرئيسي الواحد فينا لو طلع مصيف يعني لو شبرقت علينا لو مشت معانا يعني وطلعت مصيف عارف لو عدت هناك أسبوع هترجع أسمراني عارف ليه عشان بيبان علينا لو الواد بتاع الجامعة دخل التربية العسكرية وحلجوله شعره وزبطوه 15 يوم هناك هيسمر بيبان علينا وإحنا بجلنا سنين بجلنا عشرات السنين مسحيين ومش عارف يبان علينا يعني يقولك اللي يروح مصيف في اسبوع يرجع باين علي طيب أنا جيت الكنيسة وجعدت بجلق عشرات السنين وهو في الكنيسة ومع ربنا يسوع المسيح مش باين علي مسيحية ليه كما لقوا من عادة تدين الروتين العدو اللدود للروحانية الروتين عشان رايحين مع الراحين وجايين مع الجايين إحنا في شد الاحتياج لتكوين علاقة مع ربنا علشان ينفع ننور اللي عايز ينور يصنع علاقة مع ربنا ياخد حاجة اسمها خلوة صباحية تصحى الصبحية السعادية وتقوله يا ريتك تيجي السعادية نسيني ألام البرية ونجام العالم علي أنا ليسوع في الخلوة الصباحية تدخل كده ليسوع المسيح ربنا مخلصنا الصالح يسوع المسيح وتقعد معاه في خلوة صباحية وتفتح الكتاب تجرى تقول تشوف هو عايز يقوله كير النهاردة وانت توجه في قدامه وتقوله اللي عايز تقوله له النهاردة مع حتة التنيمة زغنطاتة كده على السريع اهامونا طيب اندلوقتي يعني ربنا رب قلوب مش نازم اخدوا الخلوة دي هو عارف اننا بحبه وخلاص يعني كده الترجمة العملية للقلب الصالح هو قلبي ينقي بيوقف قدام ربنا دي ترجمة عملية لما تبقى نايم على دارك وحاطة ترج على رجلي وندخل عليك الترجمة العملية الاحترامك ليا نزل رجلك ولم نفسك يا أخي ما تعدل نفسك كده يا أخي صح ولا إيه أنا نوجف قدام رب أنا ملك الملوك لا بالشرط ده كلام ده ده كلام أما أنا فبكسرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد أمام هيكلك بإيه بمخافتك بكل مهابة وخشوع بتعامل مع ربنا وكمان أنا بحوش لما توجف قدام ربنا وركبك واجعك وتعبان وخلص على آخرك والمفروض أنك أنت تنام لأنك أخذت يوم شغل وشجع تعبان ورحت مش عارف مصلحة تتخلص ورق ورجحت تعبان على آخرك وتجي واجف قدام ربنا ورجلك واجعك كده ورفع ديك قدام ربنا بتحوش على رأي الأن فكراس جالك حوش حوش على جد ما تقدر واجع ركب حوش آيات قلها علشان لسانك يتنقى ويتقدس حوش تلانيم وقعدة في محضر الله عارف ليه بتحوش علشان تنور مش إحنا جايين ندور زي ننور وكلنا عايزين ننور أقعد مع النور تنور تقوله بنورك يا رب نعاين النور لكن كان علي أنا نقدرش الحالي هو أنا نقدر ياريتني كنت نقدر كان زماني من زمان جديس لو الجدسة بالساهل ده الجدسة عايزة جاعدة مع ربنا جاديه كل يوم كل يوم أيوة جاعد مع ربنا طيب يا ريس ما أنت بتاكل كل يوم عارف لو حسبولي كمية الأكل اللي أكلتها من يومة ولدت الحد النهاردة ده تكفي بلد ده تكفي جيش شوف أكلنا جدية يا راجل يمسك بلدي واحد رغي في العيش يا بوي ده قطر خير مصري إنها موجودة لغد الوقتي ده أنا مخلص ده بنأكل الأكل يا راجل إيدي تعال شوف إحنا كنيسة صغيرة تضيقها دي خمسمائة واحد مثلا شوف النهاردة بس كنا كامرغيف يا رب ليك المجد الحمد لله إنه لسه الناس عايشة ده عايزين فرن نفسنا الوحدينا كده فرن شغالة بتطلع في عيش آه تخيل دايرة وشغالة طيب والجاعدة مع ربنا ليه مش دايرة وشغالة أقعد فكر ربنا في الكنيسة بس ده إنما وجدت في كل مكان حد في الكنيسة نفسه ينور كلنا وإن كان كلنا كغنم ضلالنا فمناش طريقي رجعنا غير ربنا يسوع المسيح ساعتها ننور نقعد معاه زي ما موسى جعد معاه أربعين يوم رجع من الجبل وشه منور فلبسه برجع عشان يعرف يتعامله معاه إحنا محتاجين للنور ده النور ينور حياتكم يفتح البصيرة لأننا نحن نعلم إن ابن الإنسان قد جاء وأعطانا بصيرة الناس بتشوف الأشياء إحنا نرى ما لا يرى نرى يضى الله في الأحداث لذلك تزيد دوانا المخافة فنحيا في مخافة الله فيبدأ النور يهل علينا وننور ونبقى منورين ربنا ينور الطريق قدامنا كلنا وينور حياتكم ويحميكم لإلهنا كل كرامة ومجد من الآن وللأبد أمين